وعلى فكرة اللغة كالفكر لا يمكن أن تكون وما كان لها أن تكون إلا بالوفاء بشرط الاقتصاد لازم فيه اقتصادية على فكرة في الكلام إذا كان أعجب من بعض التعليقات أحيانا ومن بعض المناظرات حتى على التلفزيون بين المتناظرين يعني لماذا لم تقول يا أخي فيه أشياء معروفة وبالذات لا أقول من حقق العلوم بالحكس إنسان واعي عاقل عادي معياري يفهم ليس من اللازم ولا الضروري والواجب أن نذكر دائما في كل مورد التقييدات والشرائط والموانع التي ينبغي أن ترفع تصبح القضية سخيفة جدا جدا فيه أشياء مفهومة مقررة بذاتها حتى في البرهين والأدلة هل ينبه دائما على البدائه؟ أبدا لا ينبه حتى على البدائه إلا في سبيل ماذا ما يعرف بالتنبيه طب هل يحصل غفلة عن البدائه؟ نعم تحصل غفلة معظم الناس عن البدائه فياقع التنبيه عليها فلسفيا ومنطقيا تنبيها الإشارة إليها واللفت إليها تنبيها وإلا هي بديهة أو بدهية هي أمور بدهية في ذاتها فمعروف أن الأستاذ حين قال أدرس أضمن لك النجاح أن المطلق يراد به الكامل هذه قاعدة في أصول الفقه وهي قاعدة رغوية الأصل المطلق يراد به الكامل إذا قال لك أدرس تنجح يريد الدراسة اللي هي الدراسة كما وكيفا تأتي على المنهج كله المفروض ليس عشر المنهج ليس نصف المنهج تغامر المنهج كله وبقدر ما تأتي بقدر الذي تأتي عليه من المنهج يكون اقترابك من ماذا؟ من النجاح من أتى على 90% بفهم تام نسبة نجاحي 90% من أتى على المنهج كله وبفهم تام نسبة نجاحي تقريبا 100% باستثناء الغفلات والأشياء والاختلاطات والتوترات هذا هو إذن المطلق يراد به الكامل الأستاذ يقول لك أدرس تنجح أدرس الدراسة التي هي الدراسة ليس أي دراسة تريدها ليس أي دراسة ترغب فيها وأنت تعبث وتلهو فإذا قالك الله أدعني الدعاء الذي توفرت فيه شروطه وارتفعت موانعه ما يصحش تقول لي دعوت الله وطعامك حرام وشرابك حرام وغذيت بالحرام خطر لي سؤال بالأمس حرام لبازه حرام بيته حرام مركبه حرام غذي بالحرام لا يستجاب له بدليل ما في صحيح مسلم عن مولانا رسول الله صلواته ربي وتسليماته عليه وآله وفي آخر الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار ذكره أشعث أغبار يصفه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب واضح أنه انقطع قطع به نفقت دابته نفد زاده ضل في مهمه لا يعرف أول من آخره في صحراء مدوية مفازة فعيقن بالهلاك فرفع يديه يا رب يا رب ووراءه أولاد وزوجات وضياع ومشور حياة برنامج حياة يريد أن يكمله يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أنا يستجاب له قال دعونا ما شاء الله تدعو ماذا أنت تدعو اللات والعزة وهبل تدعو إلها أن تفصله على قدك أنت وحين لا يلبيك تذهب فتجلده أو تكسره أو ترميه في النهر يا رجل يا رجل إبرأ من الوثنية اعرف ربك نحن أمة التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى على فكرة شيء محير قلت لكم الجانب السيكولوجي الجانب المزاجي النفسي مخيف في هذه القضية والله مخيف أنا رأيت أناسا هذا يشتدي الحالة أنا رأيت أناسا أيقنوا بصلاح صالح يعرفونه صالح ويعرفون ثبوت كرمته على ربه ويعرفون مدى التأييدات الإلهية التي أيد بها كثيرا جدا متواترة عبر حياتي لكن لما لم ينلهم منه خير يريدونه سخفوا أمره بل رأيتم اللعن أولياء الله والله الذي لا إلعنه يقول لك ملعون ملعون ما ملعون إلا أنت أيها الوثني الصغير الحقير يلعن أولياء الله تعرف لماذا؟ في حالة الخضب لأن هدفه لم يتحقق هدفه المادي فلوس سلطة تنفيس عن غضب تنفيس عن حقد أهداف خسيسة مجرمة لم تتحقق عبر ولي الله الصالح الذي لا يجعله الله سببا إلا إيه؟ إلا في الخير ولا يمكن أن يجعله الله سببا في الشر والأذية لما لم ينل منه ما يريد من هذه الخسائس والرذاء اللعنه بل لقد حدثني جماعة من أحبابي وفيهم أكاديميون أستاذ جامعي كبير جاوز الستين من عمره آنذاك أستاذ جامعي فروفزور قال لي يا فلان هذا الأمر عجيب لدينا في بلادنا بلاد المغرب الأقصى بلاد ريال رحمة الله عليه في محلتنا رجل صالح أحد الدرويش إذا نفس الشيء سبحان الله هذا الشيء يعني شعر له البدن لا أدري لماذا كأنها نوع من إظهار الضراعة وهذا كان ديدا وهجير الصالحين يعني إذا ألحوا وألضوا بالدعاء خلعوا عن رؤوسهم ومشوا إلى الله حفاء في صحراء وكذا ثم مرغوا أنفسهم بالتراب المهم الخلع الرأس هذه قضية شبه متواتر عن الصالحين أنا أعرف سيدة رحمة الله عليها قريبة لي نفس الشيء كانت إذا كشفت عن رأسها ورفحت يديها لا ترد دعوتها إيش مخيف أنا كنت صغيرا وكنت أخاف منها والناس يخافون منها يخافون جدا منها لأنها إذا دعت تلبى إذا كشفت عن رأسها في بيتها ورفعت يديها والله كنت أستشعر الرهب ولحد الآن تعقول لماذا؟ تدعو ربها كأنها تراه بعيني رأسها إيقان مطلق أشهد بالله وأنا في يوم جمعة على منبر رسول الله أنها دعت مرة على ممرض غضبها في ابنها حدثتكم ربما بهذا قبل سنوات قالت له أسأل الله ألا يدخل وقت المغرب إلا وأنت في المقبرة دعت عليه لأنه ظلمها ولم يلبيها في ابنها الذي يموت بين يديها كان قاسيا ثم حادث إلى بيتها غضبا المغرب يرفع وباب بيتها يطرق بعنف يا خالة أم فلان يا خالة أم فلان أبناءه وأبناته يبكون ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ قالوا أبوني يموت فأخذت يعني مغبتها تسترت وذهبت تشتد معهم فوجدته يسلم الروح فرفعت يديها ورغبت لله أنه يا رب رده لأولاده يا رب لا تفجعهم فيه فقام كأنما نشط من عقال قريبتي أعرفه أو يعرفه أخي الأكبر انتبهوا هؤلاء موجودون وأعرف رجلا أيضا قريبا لي عشت حياتي معهم لأن بعض الناس يقول لك هيان ابن بيان ما زلنا في القرن حالي والعشرين وعن فلان لن أحدث في هذه المناسبة بحديث العنعنات وحديث الكتب وفي القرن الثاني والثالث لن أتي بهذا أنا فقط أريد ولا أريد أن أتحدث عن هذا الوقاع هذا الوقاع لو أتحدث بما اتفق لي مع هؤلاء الذين أعرفهم يقتضين الأمر ساعات وساعات أكثر من أن يحصرها مجلس هذا الرجل أعرف له العجب أيضا من حالاته لكن قل لي من هو أجبك رجل لم أسمعه لا أنا ولم يسمعه غيري عبر حياتي وهو الآن في عشر التسعين أمتع الله بعمره في عافية لم أسمعه والله الذي لا إله مرة واحدة يحلل بسم الله ولا لغوا عمر ما قال والله لغوا في حياته ما هذا أنا في هذه الخطبة ربما حلفتها الآن خمس ست مرات وإن شاء الله صادق غير مبالغ تخيل هو وكان يقول لا تحلفوا بسم الله لا صادقين ولا كاذبين لماذا قال توقيرا لله الله مقام أعظم مما تتخيلون الله ليس لعب ليس لعب الله هذا المخلص عبد الله مخلصا له عرف بعض ما يريق لله ما في حدا يعرف قدر الله حقا إلا الله لكن عرف بعض عرف أكثر منه لم يحلل بسم الله ولا مرة في حياته ولا يعرف الكذيب ولا الطلاق ولا الحديث في الناس شيء عجيب تأتيهم رأة وزوجته كانت حاضرة كان في زيارة إلى بلد معين عليش مصر وتأتيهم رأة تبكي يا عم فلان يا أبا فلان زوجي ما به زوجه تقول له هجرني من عشرين سنة الله عشرون قالت نعم من عشرين سنة ولم يطلقني فلا أنا مطلقا ولا أنا مزوج محلق بين السماع والأرض وتزوج علي وأنا لا أريد أن أتطلق منه رأوا فيه سبحان الله قالت هو أبو أولادي وبناتي وأنا لا أريد غيره فلو دعوت لنا يا أبا فران تعرف أنه رجل صالح وعاش بينهم دهرا ورأوا العجب من تأييدات الله له قال لك وين قوة الدعاء سأل نفسك أين أنا من هؤلاء بس هو هذا أنا أحب أن أكون صادقا معكم أحب أن أحب أن أحب cohesive وحتنا انتهى لمن أراد أما من حركته الأمزجة والرغائب والضغاء والتسخطات لا تكفيه كل براهين الدنيا قلوا أنت في خطر احذر على نفسك أنت في خطر لا تلعب قبل ثلاث أيام زوجة أخي رحمة الله عليها صغيرة شابة افترتت في لحظة صلاة الفجر صلت تجلس مع بناتها تمشط شعر ابنتها يأتي زوجها أسلمت الرحبان يدي انتها كل شيء انتبهوا ولا في كورونا ولا في أي مرض لا مريضة ومرض ولا عندها كورونا في اللحظة انتقلت إلى آخر كل واحد فينا مرصد أن يكون هذا مصيره لا تلعب بدينك ليس مخاطر بدينه كآمني وتتبجع على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى وسائل وتعمل نفسك مساجل كبير وفيلسوف خطير قضية مش لعب الإمامة هو لعب على فكرة في نهاية المطاف الحصر عن اللي بموت ولا بصحية انتهى انتهى أنا أكثر يعني ما يثيرني حين يموت أحد الناس سواء أكان عالما أم جاهلا كبيرا أم صغيرا كذا أكثر ما عند الناس إن لله وشيء حسن هذا ولكن إن لله وإن يراجعون عظم الله أجلكم من تأكل شيء وبعد أن يضع السماعة يعود يتابع الفيلم الذي يحضره يضع السماعة يعود يتابع الأكل ويبلبع ويأكل عادي تماما يعني كما قلت مرة في خطبة لن يتوقف العالم من أجلك انتبه حتى أقرب الناس إليك أمك أبوك زوجك زوجك أبنائك بناتك سينسونك ولو بعد حتى سنة أو سنتين ويعودون يأكلون يشربون ويقصفون ويلعبون ويلهون اعمل لنفسك والله الذي لا إله إلا هو العاقل هو الذي يعمل لنفسه والله الذي لا إله إلا هو أولادك الذين من صلبك لا يستحقون أن تبوء بغضب الله من أجل إسعادهم إياك أن تفعلها وإذا اختضى الأمر أن يغضبوا ويرضى الله فليغضبوه قبل أيام أسمع الرجل المليونير في سوريا ترك لأولاده ضياعا لا يعلمها إلا الله بالملايين إلا بيكم بمئات الملايين حين احتفروا له حفرته لحده كان الرجل طوالا فيما يبدو قسرت الحفرة فقالوا نخرجه ثم نعيد الحفر يعني عشر دقائق أولاده قلوا لا 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 اطعجوا أولاده شيء يبكي اقسم بالله طيب لماذا أنتم مستعجلون يا أبناء الرجل المليونير بدهم يقسموا التركة ادفن ادفن اقبر اقبر بسرعة اطعجوا وتعج اطعجوا أولاده حتى الناس سقط في أيديهم اطعجوا هذا جزاء بكم خل أمواله وضياعه ومالينه تنفعه عند الله خلها تنفعه عند الله لكن أسأل الله اللي يكون قصر في زكاته وفي نفقته والقضية مش بس زكاة زكاة ومما رزقناهم أيضا ينفقون وإن في المال حقا سوى الزكاة هذه الزكاة الستاندرد فقط في بعدها أشياء أخرى قال لك اطعجوا آخرون أيضا وكان أبوهم متمولا ثريا وترك لهم الكثير الكثير والوفير الغزير كفنوا بقطعتين فقال لهم متفقه ثلاثة السنة قالوا الحي أولى من الميت أيضا في سوريا وقدش القطعة الثلاثة يعني اثنين يورو نحن أولى بها الله أكبر لو عاد إلى الدنيا سيقول لهم الأفء عليكم التف هاتوا أموالي سأجعلها لله لكن راحت عليك صح وأعرف رجل صالحا في الخليج رحمة الله على روحه الطاهرة حتى لا بأس بذكر اسمي لأنه توفي وأنا لا أحب أن أجامل الناس على الأحياء الشيخ سعيد لوتاه قدث الله روحه العزيزة أحد مؤسسي الإمارات الثلاثة الشيخ سعيد لوتاه وكان أيضا مليونيرا لا أدري حجم ثروته ما شاء الله على روحه الطاهرة وعمر إلى قريب من المئة رضوان الله عليه الشيخ سعيد لوتاه في حياته الطويلة تكفل من الأيتام ما لا يعلمه إلا الله ومش كفالة أنه ميتيورو في الشهر لا كفالة تامة خرجهم إما أطباء أو مهندسين أو أساتيد كلهم متعلمين أعلى علام وأنا والله رأيت بعيني رأسي الفلل الفقمة عشرات الفلل قلت ما هذا قالوا هذه فلل الأيتام الذين يتبنهم الشيخ سعيد يبنيها لهم بعد أن يعلمهم يخرجهم أطباء ومهندسين ويهديهم الفلل جعلت أبكي قلت لا إله إلا الله صلى الله عليك يا نبي الله هذه أمتك هذه ثمراتك هؤلاء أتباعك الخلص الصادقون هؤلاء محمديون هؤلاء مسلمون هؤلاء مؤمنون حقا مش مؤمنون الوثنية بدهم الله يحقق الرغائب بس وإلا يكفر به قال إيه ويعربون عن شكهم ما شاء الله لا يعلمهم إلا الله هؤلاء الأيتام وأنا التقيت بجماعة منهم ما شاء الله ما شاء الله أطباء مهندسين شيء مثل التمر ولم يكتفي بهذا قبل وفاته بسنين متطاولة وصيته مكتوبة عند كاتب العدل ومهورة ومشهد عليها ثلث ثروته كلها بعد وفاته للفقراء والمساكين وفي وجوه الخير الثلث ولو أجاز الشرع النصف تجعلها إيه النصف لكن الثلث والثلث كثير النبي قال لسعد بن أبي وقاص فهو أخذ المكسيمم الثلث ثلث ثروته هذا رجل ذكي عليس كذلك هذا رجل موفق زاداني الله وإياكم توفيقا وجميع أحبابنا المسلمين والمسلمات اعمل لآخرتك يا مؤمن اختبر نفسك اعمل لآخرتك وخلص إيمانك إن الوثنيات والشركيات المستخفية وراء الاعتراضات والفلسفيات والسجاليات كلها شركيات أن عرف الله حقا سلم أمره الله المهم لم أكمل لكم القصة فقالت يا عم يا أبا فلان زوجي وعشرون سنة لآخره قال لا إله إلا الله فادعوا الله لي كذا قال اتني بماء أتتوا بماء مماشرة تلا عليه ودع الله تبارك وتعالى قال خذي هذه يا أختي واذهبي إلى بيتك بعون الله تبارك وتعالى اليوم مساء يأتيك زوجك يطرق عليك الباب أقسم بالله هذا الذي حصل وهذه القصة يعني المهم ما بدي أكثر من هيك حتى لا يكون واضحا اليوم ليلا يأتيك عشرون سنة انتبع لو زوجها كان هاجرة لها ستة أشهر نقول يتفق مثل هذا ستة أشهر وبعدين تلوم ولا معي نفسه ثم عاد بصير سنة حتى بس مش عشرين سنة لو كان سيلوم نفسه ويندم لا ندم في عشرين سنة يعني إلا في اليوم الذي جاء الرجل الصالح ودعى وتقول لي صدفة وقال لك فيش إله وفيش دعاء ما سكين أنتم الذي يقول هذا مسكين ولذلك أنا أقول له رصيحتي ابحث عن أهل الله واتصل بهم بس هذا هو لا تقرأ ولا تسمع لعدنان إبراهيم ودو كنز والملاحد والمسلمين ابحث عن أهل الله واتصل بهم وأنا أعرف ناس فلاسفة فلاسفة حقيقية هذه لسوف حقيقي تلميذ عند أهل الله لما رأى من آيات الله على أيديهم أحدهم أستاذ جامعي على ما أذكر في الفلسفة أو الرياضيات سبحان الله والرجل الطيب الذي حدثني بالخصة يعرفه من مصدرها استقصصتها إياها قبل أيام ولم أسمعها للأسف جليتني سمعتها مرة أخرى عشان أكون دقيقا لكن أنا أعرف جواب القصة سمعتها قبل سواء عشر سنوات أو أكثر بقليل أستاذ جامعي إما في الرياضيات أو الفلسفة ملحد وصديقه أيضاً أستاذ جامعي مؤمن متصوف وله شيخ من أهل الله الملحد يسخر دائماً من الإيمان والمؤمن خاصة التصوف هذا كمان تصوف صوفي يعني داروها أو هابل تعتبرها هابل وشو تصوف النهاية طبعاً في تصوف هابل وفي تصوف كذب وفي تصوف دجل وفي تصوف زندق وفي تصوف إله حقيقي ناس تطلب وجه الله ناس تخلص العبادة لله اللهم اجعلنا منهم وأعد علينا مباركاتهم واصل حبالنا بحبلهم هذول من أعز شيء في الوجود والله العظيم ومن أكبر الدلائل على ربهم لا إله إلا هو فيزخر فقال له مرة يا أخي طيب نذهب إلى الشيخ انت جارسه وباحثه هذا الشيخ وانت أستاذ جامع كبير فلسف أوري غضيات هو شيخ شيخ صوفي يعني لم يستجب إلى أن خضع مرة لماذا بأن هذا الأستاذ الملحد لا يعقب لا ينجب لا عنده شخص أولاد وسنوات طويلة لا أدري كم أيضاً لكن طويلة يعني قال له سأذهب بخصوص هذه المسألة إن كانوا ريون صالحاً وإن كان ربكم موجوداً تخيل واحد مغربي هذه القصة مغربية أو أستاذ جامعي الله يهدينا والله يصلحنا ضيانا الكثير نحن ودهنا كثيراً وشردنا كثيراً صارت موضة الآن هذه الحاد والشك والكفر ما شاء الله علينا ما شاء الله بأيمانهم نوراني كتاب وسنة فما بالهم في حالك الظلمات قال له سأذهب بهذا الخصوص ذهب ذهب إلي أنا لماذا أستطل وأنسى أكمل قصة المرة ثم أعود لقصة الأستاذ المهم في الليل لا ندري ما الذي حصل قالها في الليل يأتيك بعون الله تعالى وسأتيك باكياً معرباً عن ندمه وأسفه شديد قوله لا بأس غفر الله لي ولك انتهى كل شيء سيجلس قليلاً ثم إيه يريد أن يذهب مرة أخرى قوله ولكن أكرمي على الأقل بأن تشرب لدي كوباً من الشاي حضر له الشاي بهذا الماء الذي قرأت عليه ما تيسر من كلام الله تبارك وتعالى ودعوت الله عليه فقط وأشربيه إياه لن يذهب وسيبيت لديك هذه الليلة وينتهي كل شيء وتعوده الحياة الزوجية المرأة لا تكاد تصدق لكن هي تعرف هذا الرجل الصالح وتعرف من كرماته الكثير الكثير أهل العريش يعرفونها إلى اليوم فوخرية العريش اذهبوا إلى فاوخرية وأسألوا عن فلان يعرفونه ويعرفون ما أيد به من كرمات الله شيء عجيب ثاني يوم في اليوم التالي قبيل الظهر تأتي المرأة وجهها كالقمر جاءت طرقت الباب استأذنت على مضيف هذا الرجل مع زوجته لا تكاد يعني تصدق بالذي حصل وهو يتبسم يقول لها حدثيهم بالذي حصل قالت والله يا سيدي شيء لا يصدق في الليل طرق الباب هو هو لا تكاد تصدق معقول وإذا به هو وكما حدثها بكى واعتذر وتلوم وتندم وكذا وتعسر وبعد قليل أراد أن يمضي قالت له كوب الشاي نفس الشاي وبات ليلته عندها قال لك في الشي أولياء وفي الشي رب لا إله إلا هو هذا أعرفه أكثر مما أعرف أي واحد منكم شاء ما تقول لي عدنان بتحدث عن فلان وبعض الناس مساكين بعض الناس لا يكاد يحتمل ولا يكاد يفهم كيف ممكن أنت أن تدرس الفلسفة والمنطق والفيزياء والعلوم والعقل ثم تؤمن يا رجل يا رجل أنت المسكين والله أنت المسكين أنت لم تفاهم لا فيزياء لا كيمياء لا دين لا فهم لا دنيا ولا آخرة يا رجل من قال لك أن الوجود هو هذه المادة فقط